موسيقى في أفضل مكان عندنا مركز تدريب المنتخبات القومية حاجة كبيرة جداً بادئ في المشروع القومي للنشئين رعاية كاملة من الدولة ليه راتب ليه رعاية اجتماعية محمود وزملائه موجودين في درجة تعليم عالية جداً احنا بنغير صقافة رفع الأسقال في مصر مع أن من 1912 أول ميداليا في مصر في الأولمبياد كانت رفع أسقال احنا امتداد لكن بنغير طريقة العمل فدايما نشوف مصر بالشكل الجميل حتى لو الفيديو اللي موجود احنا مش معطلين ده حاجة كويسة حاجة كويسة متمرن زيادة لكن مش هو ده شكل مصر شكل مصر زي المطار الجميل اللي احنا فيه شكل مصر رؤساء أو رئيس التحاد والناس اللي معاه اللي موجودة انا مش جاي قابل عشان محمود احنا بنقابل كل الأبطال بأذا الشكل هو الأبطال بيكرموا من رأس الدولة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي تكريم بما يليق احنا بنتكلم على بطولة عالم تحت عشرين سنة لكن انا بسلم على ولادنا مع الكابتن اول ما جاء مجلس الادارة في الحية بدأ يدور فشاف المشروع قومي المهوبة والنشئين ولادنا تقريبا يعني اللي فيه اربع سنين اقل او اكتر بدأوا ياخدوا ينضم الى المنتخب الوطني بدأوا يشتغلوا مع المنتخبات احنا بنتكلم على بطولة عالم في المكسيك في المكسيك وقبلها كان فيه بطولة في اليونان ان شاء الله تحضير لعشرين اربعة وعشرين تحضير لعشرين تمانية وعشرين عندنا اجيال مصر في زيادة باستمرار دي بطولة العالم بالمكسيك بطولة الشباب احراس ثلاث مداليات دهب وحطمت رقم العالمي ورقم العالمي ده باسم وطبعا مش مسادة ده ان ده حلمي اللي كنت بحلم بطول عمري والحمد لله حققت وان شاء الله حاول حقق حلم التاني ان نوصل لأولمبياد باريس انا رحت عشان حققت مداليات برونز وقلت العالم تحت سوعة عشر سنة وكنت يعني كان نفسي في حاجة احسن من كده بس الحمد لله لكل حال وانبسطت لنا لعبت بطولة عالم وخدت تلت عالم وشايفة دي دي ديسة خطوة أولالية وفي بطولات تانية وكل ماتش احسن بالأول وكده يعني موسيقى